أهمية تمكين الشباب من الشروط الأساسية للابتكار وضمان تفعيل تواجده في الهيئة التقريرية وتخليصه من الشعور باليأس وبالإحباط وكذا جعله ينظر إلى المستقبل بروح من التفاؤل وبإيجابية هذا ما أكد عليه المشاركون في أعمال ندوتنا اليوم الأربعاء برباط تمحورت حول موضوع الشباب والمنظومة الانتخابية الواقع ورهانة الجامعة المغربية للشباب الليبرالية الجهة المنظمة لهذه الندوة تركز برنامجها السياسي على طلة من التحديات شفنا أن من الضرورة أن ننقش المنظومة الانتخابية يعني مشاريع قوانين تنظيمين انتخابية للجماعات والجهاز والمجلس الأقاليم كحركة استباقية قبل ما يجيوا البرلمان إذن هذه المشاريع دازوا في المجلس الحكومي ومجلس وزاري واليوم سنرى الوضع الشباب داخل القوانين الانتخابية ما جاءت فيه للشباب حاولنا نخدمه على الابوان اللي سنحاولون نعاون بهم للشباب ونحسوهم على أنهم يحاولون أنهم يدخلوا نحسوهم بأهمية أنهم ينتخبوا ونفسهم لهم القوانين اللي كانوا في البرلمان والقوانين من أجل الشباب ويذكر أن الجامعة المغربية للشباب الليبرالي هي عبارة عن تحالف ذو إديولوجية الليبرالية وهي تضم كلا من الشبيبة الدستورية والشبيبة التجمعية والشبيبة الحركية إلى جانب جامعية الشباب والمستقبل ويقوم مجال عملها بالأساس على ضرورة الاستفادة من قوة المجتمع المغربية المتمثلة في طاقاته وكفاءته الشاب وأكدت جنب الوقوع في الوهن والشيخوق الديمقراطية كما حدث في بعض الديمقراطيات التقليدية ترجمة نانسي قنقر